خطري الليلة سولف حسس في قلبي كلام لو تحبني لا سر لو تحبني لا تنام يعني ما تقدر تحمل تنتظرني لنكمل ضق صدري ونحكي كل ليلة للظلام مرحبا راح اقول لكم قصة واقعية لا هي غريبة ولا هي خيالية قصة شاب عاش بداية حياته مثل باقي البشر انولى الطفل يلعب بالرمل ويلعب بالديرفة ويغني ارحان الطفولة لكن مع مره الوقت تغير هذا الطفل من مجرد طفل عادي الى طفل ضخم يحمل قلب صغير بحجمه مليان مشاعر محتاج من يحركها هذا الطفل وهو انا هادي مصاب بكسل في افراز هرمون في القدد الترقية وهالشي بدوره غير حياتي وادى الى سمنتي المفرطة واللي ميزتني عن باقي الناس على الرغم من اني اتصرف تصرفات عامة محتادة بين الناس اكل اللي ياكلونا وهم بعد اشرب اللي يشربونا احب الككاو بانواع واستمتع بطعمه وبلذته ويا سلام احب البطاط وآية البطاط هي زينة مع التلفزيون متعته واختار اكلي مثل باقي الناس لكن حجمي صلت الانظار على شكلي لو خذيت الخبز قالوا هذا ما يفكر الا ببطنة ولو خذيت الجبنة قالوا مسكين يحاول يخفف وزنه هذا غير السؤال المعتاد انت ليش ما تضعف؟ اللي تاكل الحب وتعطيني رجيم رفيجتها واللي يصب الشاي ويتكلم عن عشاب التخصيص وفوائدها هذا غير ربعي اللي يدخلون على النت ويطلعون عن عمليات التخصيص وجوانبها حتى لما اتسوق ادخل مثل الحرامي اشوف المقاسات وانا خايف احد من الزباين او الموظفين يشوفوني وانا اختار ملابسي لانا دايما اتعاد للسخرية واشوف نظرات الناس المؤلمة كانهم يقولون هذا الشاي بهني متوقع بيلاقي شي ناسبة؟ يحسبون ان كلامهم نكتر مضحكة لكنها بالنسبة لي جدا مؤلمة وكأني بين الناس قول مبشر كلهم ينامونهم مرتاحين حاطين امالهم ومستقبلهم لكن اللي مثلي ينام كل ليلة مهموم يفكر بباجة شون راح يسوي واذا زاد وزنه زيادة شلون بتصير حياته؟ وعلى شنو ولا شنو بيحط كل همته وآماله وفجأة تغير كل الشي اختلطت مشاعر الخوف والحزن عندي في تحت الثلاجة مثل المينون وشلت كل شي يزيد وزني حتى لو هالشي مولي ككاو حلاو مشروبات غازية وغيرها وقررت اني اتبع مليون نظام غذائي لعله عسى ينزل وزني وزين صورتي بعيون غيري ما خليت نظام غذائي لبناني ولا مصري ولا كويتي اللي وحطيته على ثلاجتي لا وصار كل اكلي بالشاكة والستشين حتى اليزر والاخيارة ومشروب المفضل كل مشروب داد طبعا هذا غير العشاب اللي كل ما حسيت باليوع شرابته حتى سري لاكي اطفال صار وجبة المفضلة يقولون فيه الياف تفيد الجسم ولما اشتري اكلي ما يعجبني العجب ولا الصيام برجب كل شي عندي مو صحي ومقشوش ولما انجذب للككاو والفاست فود اتذكر كلام الناس ووخر وصارت عندي عقدة السعرات الحرارية كل ما امسك علبة اشوف سعراتها وش كثر ايه مناسبة وصرت امشي على الرغم من ان تعبي دايما يغلبني وسط كلام الناس حتى في الرياضة يقولون مسكين هذا شايف انه فيه امل يخفف وزنه ويتعافى لا طبعا يعني لا بالاكراضين ولا بالرياضة مقتنهين ومن اللي مريت فيه فكرت انا اسوي هشي حق منه لي ولا لي غيري انا اتعذبهم يضحكون وبالبرودكاست يألفون نكتوا يفرحون واذا حاولت اصير مثلهم يستهزقون فيني ويعايرون وبعد كل هذا ياتني فكرة غيرت حياتي رحت لأجمل مكان على البحر ظليت احفر حفرة لللي صار لي من قدر حفرت قبر بس مو اي قبر هذا القبر لميزاني دفنت كل كل مجرحتني بحياتي وكل لحظة رخصت فيها قيمة ذاتي وكل ضحكة استهزاء سمعتها على تصرفاتي وكل دم عنزلت مني في منامي وكل نغزة تعني شكلي وغذائي عرفت ان مفتاح السعادة متاح للبشر طويت صفحة من حياتي وخليتها للنشر لاني اخيرا اقتنعت بجمالي دم من ربي رحت شقيت كل نظام غذائي على ثلاشتي سواء كان كويتي ولا مصر ولا لبناني لانه مو في حاشتي ورميته في سلة مهملاتي لو ظلنا نوقف عند نقطة رسمها البشر كان صرنا بعمل ذوق والنظر ما انكر اني ما زلت ابكي على فراشي لكني بهالشكل انخلقت وحاب حياتي كل ما اطمح لهو الاحترام ونهاية العزلة مهما كان شكلي وذاتي دام ان حالي حال البشر مجبورة طبق قوانين الحياة اليوم رسمت لي خط يديد يحكز معتقداتي وافكاري وعرفت اني امتلك العقل والنظر مو مهم شكلي يعجب البشر المهم اني صاحب مبدأ عظيم بحياتي حياتي عايشها مرة وحدة بهالمرة بطلع بزيني وبشيني اللي يعجبه بحطه بعيوني وعلى رأسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة